السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ومتبعيني القرآن ومتبعيني قناة من الاخر الخلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدور السعودي دور كأس الامير محمد بن سلمان السعودي المحترفين وترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم الاربعات ساعتاشر خمسة الفين وحد وعشرين مع عبدالي الجولة تمانية وعشرين من الدور السعودي. متبعيني القرآن معكم محمد نور الدين. لو اول مرة زرنا في القناة انزل اشترك في القناة اضغط على زر احمر اسفل الفيديو. واكتب علي اشترك وسبسكرايب اعمل لايك الفيديو. فعل زر الجرس ليصلك كل جديد بيستمرار بازن الله تعالى. وشكرا جزيلا لحضراتكم كل الناس المشتركة في القناة طبعا يعني اللي بيشوه الفيديو والمشوه الفيديو دلوقتي. تمانين الف مشترك الحمد لله رب العالمين. يعني اديكم في ايدينا كده ان شاء الله عشان نوصل لمية الف في اقرب وقت بازن الله تعالى. اليوم الاربعات ساعتاشر خمسة الفين وعشرين. الشباب فاز على العين. خمسة واحد احرزها ديف الشباب. سيبا في الديئة ستة والتلاتين. اوديون ايغالو في الديئة الربعة واحدة وعين. ايفير جغا من درب الجزئي في الديئة س LIVE س Something. كريستيان جوانكا في الديئة Revolution واغور لشين كوفيسكي في الديئة الثلاثة وثمانين. هدف العين عن طريق بابا اليون في الديئة خمسة واربعين. الباطن فاز على الاتفاق تلاتة اتنين احرزها الباطن فبيقابره في الديئة ستاشر صالح العباس في الديئة تمانية وسبعين ويوسف الجبلي في الديئة اتنين وتمانين هدفاء الاتفاق عن طريق فليبكس من ضرب الجزاء في الديئة خمسين ومحمد الكويكيبي في الديئة ستة وخمسين والهلال فاز على الاهلي فوز كبير جدا خمسة واحد اعتقد اه ممكن يكون الفوز يعني كبير كده علشان معتز هساوي تم طرده من جانب فريق الاهلي في الديئة تسعة وثلاثين احرز اهداف الهلال الخمسة سالم الدوسر في الديئة خمستاشر بفيتين بيجوميس في الديئة تين وتلاتين بفيتين بيجوميس من ضرب الجزاء في الديئة اتنين واربعين صالح الشهري من ضرب الجزاء في الديئة خمسة وستين وصالح الشهري في الديئة تنين وتسعين هدف الاهلي جاء عن طريق عبد الرحمن غريب في الديئة ستة وستين متبعين الكرام خلنا نتعرف على ترتف فرق الدور السعودي ثم نتعرف ترتب الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء الموافق تسعتاشر خمسة ألفين وواحد وعشرين متمعين الكرام الهلال متصدر الدوري في المركز الأول بخمسة وخمسين نقطة الشباب في المركز الثاني بواحد وخمسين نقطة التعاون للمركز الثالث بسبعة واربعين نقطة الاتحاد للمركز الرابع بسبعة واربعين نقطة أيضا النصر في المركز الخامس باتنين واربعين نقطة الاتفاق في المركز السادس بواحد واربعين نقطة الفتح في المركز السابع تمانية وتلاتين نقطة الاهلي للمركز السامن تمانية وتلاتين نقطة الفيصال للمركز التاسع بسيطة وتلاتين نقطة الرائد للمركز العاشر بخمسة وتلاتين نقطة القادسية مركز الحادي عشر برصيد اربعة وتلاتين نقطة ابهى في المركز السانع عشر باربعة وتلاتين نقطة الباطن للمركز الثالث عشر بتلاتة وتلاتين نقطة الواحدة للمركز الرابع عشر برصيد تلاتين نقطة دمك للمركز الخمس عشر برصيد تسعة عشرين نقطة والعين بالنسبة لترتيب أهدافي الدوري السعودي في المركز الأول بفتن بجمز لعب الهلال ب23 هدف المركز الثاني كريستيوان جونكا لعب الشباب ب16 هدف وكارلوس تراندبرغ اللعب أبها وإيميليوز لاي لاعب الضمك وفابيو أبرو لاعب الباطن المركز الثالث روماريني لاعب الاتحاد ب15 هدف وفي المركز الرابع جيلوي تفاريز لاعب الفيصالي ب14 هدف مركز الخامس كريم البركاو لاعب ب13 هدف ولندر توامبا لاعب التعاون دعنا نتعرف على ترتيب صنوعة الأهداف طبعا الكرام تصدر صنوعة الأهداف إفير بنيغا لعب الشباب سنة عشرة أهداف يتساوي معه ويوسف الجبل للعب الباطن المركز الثاني عبدالله الحمدال لعب الهلال سنة سمينة أهداف صالح الجمعان لعب أبها وسعد بكر لعب أبها وفي المركز الثالث استنياهويتش لاعب القادسية سنة سبعة أهداف مركز رابع عندريا كاريو لعب الهلال سنة ستة أهداف وكريستانك ويفا لعب الفتح ودوماغوج لاعب ضمك وغنزيلو مارتنيز لاعب ناصر ولندر تونبا لاعب التعاون نعم ستلة لاعب الاتفاق اشترك في القناة فعل زر الجرس اعملاك الفيديو كان معكم محمد نور الدين بعتذر انتولت عليكم نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته